طب عايزين شوية اجراءات تساعدنا بقى اول اجراء اول ما تسحى الصبح عود نفسك ان انت تفرح بنعمة من نعم الله سبحانه وتعالى وتبقى دوة تطبيق لقولي تعالى وان تعد نعمة الله لا تحصوها وهو دات المقصود من اذكار الصباح والمساء على فكرة لما تقول الحمد لله الذي احيانا بعد ما اماتنا يعني ايه اللي حاصل الحمد لله بنحمد ربنا على ايه عن نعمة فانت لازم تفتكر ان انت في نعمة واحد يقولي ان انا صحيت منع قابل المشكلات لا ان انت الله نظر اليك ووهبك حياة جديدة انت اللي بتستدعي بقى الاشياء الزميمة من حياتك لكنه لذلك انت لازم لما تصبح تصبح وتعرف ان انت في حياة جديدة وانا بحب ان الناس يقولوا مع الاذكار ده انهم ما يتذكروا فيقولوا الحمد لله الحمد لله الذي انعم علي بحياة هي معرض لوده ومحبتي فاللهم ارزقني ان ارى محبتك في كل شيء حولي كل يوم تقول كده كل يوم الصبح تقول كده وكل يوم تتعود ان انت تشوف حاجة من محبة ربنا تاني اجراء حاول تكون سبب لفرحة الناس ولو في كلمة ايه اللي هيحصل لو في كلمة عداوي بيها حد ما تأخرهاش ولو في كلمة هتجرى حد ما تقولهاش ولو في كلمة بتفتح باب برج برك على حد ولا باب فرج على حد سارع وما تمنعاش الكلمة اللي بتساعد حد في ازمته ما تأخرهاش والكلمة اللي بتجرى حد ما تقولهاش والكلمة اللي بتساعد حد وتمسك بأيديه ايه اللي حاصل ما تمنعاش خليك سخي النفس كده تلاقي الدنيا بتوسع الحاجة التالتة اللي انا شايف ان مهم ان احنا نقولها ان احنا نكثر من الصلاة على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لان الصحابي ايه اللي حاصل كان فيه كفاية سيدنا ابي بن كعب لما ارى لحضرة النبي اجعل لك صلاة كلها قال اذا كفيت همك ووقيت يبقى هنا نعرف ان الصلاة على حضرة النبي بتكفي الهم وتقي انا بحب كمان ان انت تدخل كمان في حالة مش الدوران في ساقية لكن ايه رؤية وسع الله فياريت تدعي ربنا سبحانه وتعالى وتقول اللهم اجعلني من اهل التسليم الذين اذا نزلت بهم الشدائد لا يستسلمون والذين هم بلطيف تدبيرك ممدودون وانوار معيتك يتنفسون واجعل لي سر سعادتي في يقيني بان مع العسر نظرا ولطفا وحنانا ويسرا وفرجا قريبا يا رب العالمين يا رب العالمين اكرمنا واجعلنا دائما من اهل رؤية معيتك ورؤية نعمتك ونعيش بوسع النعمة يا كريم يا ودود يا رب العالمين